مبارح تم إطلاق مدونة أخلاقيات التمريد والقبالة المصرية القبالة المصرية هي الداية فاكريني الداية اللي كانت بتولد زمان خلينا نكلم أنه فيه نوع من أنواع التحديث لمثاق مهنة التمريد التحديث ده بيجي علشان يتماشى مع المواثيق العالمية علشان أيضا يحقق الرعاية الصحية المطلوبة للأسرة المصرية صحيح مصطفى إحنا يعني بالنسبة لنا التمريد أو الممرد بالنسبة لهم ملائكة الرحمة ليهم دور في كل تفصيلة صغيرة ليها علاقة بالقطاع الصحي يعني نحن نكلم أنه هذا التقم أطقم التمريد بتقوم بدور مهم جدا في المنظومة الطبية كمان بتشارك في كل المبادرات الصحية اللي تم إطلاق عشان كده كان ضروري جدا أنه يتم تطوير وتحديث مهنة التمريد في مصر زي ما دايما بنطور وبنحدث كل المهن الموجود عشان كده نتكلم بالتفاصيل على ميثاق التمريد الجديد منذ فتنة دكتورة كوثر محمود نقيب التمريد صباح الخير أحدكي دكتور موارل صباح الخير صباح الخير أستاذ جمانة أستاذ مصطفى أهلا براجع دكتورة حبدأ من كلمة القبالة المصرية الداية المدوايف المهنة اللي موجودة برا الست اللي بتولد بشكل طبيعي مش قيصري هل فعلا هيبقى في مصر ده خبر ربما يصر كل السيدات المصري نوع من النوع التوليد بشكل طبيعي من قبل الممرضات زي ما بيحصل برا؟ إن شاء الله في الحقيقة يعني وزارة الصحة يعني مركزة جدا على موضوع تغيير الثقافة في مصر والإقلال من القيصريات زي ما حاك قلت وتشجيع الولادة الطبيعية من خلال القابلات وأطلقنا أول زمالة مصرية للقبالة من أسبوع تقريبا بدعم طبعا معالي وزير الصحة والإقبال عليها شديد جدا والقبالة ده يعني اسمه مدرد في كل دول العالم إلا مصر يعني زي ما حالك قبل ما ندخل على الهواء دلوقتي بنقول القبالة هي الداية المرخصة المؤهلة عايزين نقول المولدة بقى مش الداية يعني الداية دي كانت يعني المسمى في مصر ففي الحقيقة نسبة القيصريات في مصر من أعلى دول العالم هو مختلف ومتفاوت في محافظات مصر في بعض المحافظات يعني عايزين نقول من 60% لـ 80% ده كتير جدا طبعا نسبة عالية جدا طبعا وفي الحقيقة ده بيدر بصحة الأم والطفل وبالأمن القومي وبحاجات كتير قوي السعودية أنا كنت يمكن في البحرين الشهر اللي فات كان فيه بريزنتيشن أوارد عن فائدة القابلات في السعودية عايزة أقول لحضرتك أن هم يعني قللوا جدا من القيصريات وشجعوا الولادة الطبيعية والإنديكيتورز أو المؤشرات الصحية للأم والطفل عالية جدا ووفرت اقتصاد عالي جدا طبعا طيب دكتورة خلينا برضو قبل ما نتكلم عن مدونة أخلاقيات تمريد ونحن نتكلم في نفس النقطة دي إيه الفرق؟ يعني بالنسبة لنا قدية كنا بنشوفها على طول يعني حتى من خلال السينما المصرية شخص غير مؤهل غير متعلم يعني بالممارسة متعودة بتتصرف ازاي وتتعمل ازاي وحفظين مية سخنة مش عارف ايه حاجات اللي احنا حفظينها ايه الفرق بين القابلات ايه الجديد فيها يحصل ازاي هتدرس ايه نفس منهج التمريد فاهمينها أكتر أولا سؤال يعني أنا بحقيك عليه جدا لأن احنا محتاجين فعلا تغيير الثقافة زي ما احنا بنقول ولسه بنقول ان احنا بنعمل زمالة في الزمالة المصرية يعني بعد البكاليوز التمريد منهج اللي أحطه في الحقيقة مجموعة متخصصة من عمداء الكليات في واساسة التمريد في الكليات المختلفة في مجال النساء والتوليد طبعا الدراسة ثلاث سنوات بعد البكاليوز في جزء يعني 40% نظري و60% عملي هيجولدوا بيديهم بمساعدة طبعا الأطباء والإشراف دي نقطة مهمة يعني مش لوحدها لا لا خالص بالعكس ده اللي هيدربهم أطباء هيشاركوا في التدريب المتابعة والولادة وكل المراحل بمساعدة وإشراف الأطباء الموضوع مختلف تماما علم وخبرة عملية وإشراف يعني سيستم ومنظومة متكاملة هيخشوا متحانات عندهم حاجة اسمها لوج بوك وطبعا مرتبط بالمنهج لا الدنيا مختلفة تماما يعني هي حاجة مؤهل في الحقيقة يمكن برضو كنت بقول لحضراتكم أني لما كنت بعض مع بعض القيادات كان دايما يقولوا يعني الولدة بنتي في إنجلترا كانت قابلة يعني في الحقيقة ده يعني متعرف عليه في كل دول العالم حتى الدول العربية ناس اللي بشكل عام بتولد بر أو يعني الأسر اللي بتخلف بر بفعلا معرفين المهنة دي بالزبط وعلى فكرة في المجلس الدولي للتمريد في مجلس دولي للقبالة وفي كل دول العالم مسمى التمريد مش زي مصر التمريد فقط التمريد والقبالة أضرار كبيرة ربما بيسببها التوليد بشكل قيصري وإحنا في مصر بنستسهل أويح حقيقي وفي بنات بتكسل وفي الآخر تندم عضلات بطلعة صحيح تقطعت بشكل طبي وخلافه هل رصدنا ده هل في إحصائيات لده هل في مشاهداتك بس يا دكتور هو أنا عايزة أقول حاكي نهي بتأثر على الأم والطفل مش الأم بس يعني أولا زي ما احنا بنقول كده يعني في الحقيقة يعني العلاقة ما بين الأم والطفل حتة الولادة الطبيعية وحتة أننا مجرد ما ما البيبي يخرج من قناة الولادة قبل ما الحبل السري الطبيب أو القابلة يعني تقطعه بنجيب الطفل حاجة اسمها كانجرو كير أو سكين توسكين أو الملاصقة وملامسة الجلد للأم والطفل دي بتعمل حاجات قطيرة كبيرة جدا وسبحان الله يعني أولا بتقوّل علاقة النفسية والوجدانية ما بين الأم والطفل بتساعد على انفصال المشيمة بتساعد على عدم حدوث نزيف بتساعد على إضرار اللبن الطبيعي عشان الرضاعة الطبيعية يعني دي حاجة سبحان الله طبعا الأولادة القيصرية بتبقى التغدير والإرهاق وما بتبقاش طبعا تقدر عشان الجرح تقدر تشير البيبي في ساعتها وحاجات وليها يعني أضرارها في الحقيقة ليها حالتها الولادة نفسه الطبيعية بيخلي فيه علاقة قوية جدا ما بين الأم والطفل ووقتي بالزبط ووقتي لكن القيصرية بيستمر الفترة بيستمر وممكن نخش بقى هنا زي ما حاجة بتقول العضلات بتاعت الجسم بتبقاش مظبوطة ممكن يصل التهابات في الجرح وليس أعتقد لازم الأم تتمشى بعدها ومعرضة رفضوث جلطات ومشي وحاجات بالزبط ليه أخطر حتى التغدير حتى لو التغدير نصفي صحيح مش كلي ليه أخطره صحيح حنشوف ده قريب حنشوف ده إمتى ولله إحنا الحمد لله أطلقنا أول زمالة الحمد لله وعايز أقول لها حياتي أنه كمان كان فيه بالفعل دورات تدريبية تابعة لوزارة الصحة ست شهور للممرضات في شمال سينة وفي الأماكن اللي فيها في الحقيقة لها طبيعة خاصة وتخرجوا بالفعل وكانت نتيجهم هائلة جدا عندنا في اسكندرية في دورة قائمة مع في الحقيقة برضو الجامعية المصرية البريطانية للأطفال فيعني الموضوع مع الزمالة الفترة الجاية هنلاقي انطلاقة وهنلاقي تغيير في استقافة بس أنا عايز أقول لكل يعني بنوتة حتى من قبل الجواز لكل أم حامل دلوقتي مش عايزين نستسهل لأن انت بتضري وبتأذي نفسك والطفل كل تأكيد دكتورة خلينا بقى ننتقل للمدونة وتحديث المدونة ومدونة الأخلاقيات التمريد إيه اللي حصل إيه البنودة الجديدة إزاي التحديث ده حصل أنا عايز أقول لك إن إحنا ما كانش عندنا في مصر نساق أخلاقيات مهنة التمريد والجهة المنوطة بإعداده وإطلاقه وتطبيقه هي النقابة العمالي التمريد بالفروع بتاعيها في الحقيقة لما مسكنا بالمجلس بالنقابات الفرعية 2012 النقابة 2013 بدأت يعني أول دولة سفرتها كتل أردن وبعدها بعض الدول لقيتهم إنهما فعلا عندهم مصاق فبدأت يعني أخذ كمرجع لي واجتمعت مع كل التيم اللي موجود في النقابة وعملنا أول مصاق أخلاقيات مهنة التمريد 2013 بس كان باجتهاد شخصي وما كانش في قسم أو كان قسم قديم للتمريد ما كانش التمريد الجدود كانوا يتخرجوا من غير قسم الحاجات دي مهمة جدا 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 فبدأنا نعمل المصاق بدأنا نفعله فجي الوقت بقى مع منظمة الصحة العالمية نحن نحدثه طيب عشان نحدثه يعني الأول ما كانش عندنا خبرة باكتهادات شخصية ما كانش فيه خالص فالنهاردة إحنا معنا منظمة الصحة العالمية ودكتورة نعمة القصيرة هي ممثل مكتب مصر في الحقيقة يعني داعمة وجابت لنا خبرات كثيرة لأنها اشتغلت في أكتر من دولة عندنا لجنة قطاع تمريد بتضم كل عمداء كليات التمريد على مستوى الدولة سواء القطاع الخاص أو القطاع الحكومي الكليات الخاصة أو الحكومية عندي مجلس النقابة ونقابات العامة عندي مديرات تمريد ورئيسات تمريد عندي طلبة في المعاهد الفنية وكليات التمريد فطبعا يعني استفدت من كل الخبرات وبدأنا احنا تقريبا ما يقرب من سنة بنعده وعملنا اجتماعات عديدة وعملنا أكثر من مسودة والحمد لله يعني امبارح وأول أصمرت بقى الاجتماعات عن امبارح الانطلاقة بوجود معالي الوزير وكل قيادات الصحة في مصر يعني رئيس هيئة رئيس الصحية في التأمين الصح الشامل رئيس هيئة الرقابة والاعتماد رئيس المجلس صحي المصري ودي حاجة جديدة أول مرة تحصل في مصر يبقى في أمبريلا أو مجلس صحي لمصر ينظم كل مستوىات التدريب والتعليم في مصر كان عندي ممثل لجنة الصحة في النواب وفي الشيوخ عندي كمان نقابات في الحقيقة مالاش علاقة بالتمريد نقيب المعلمين ونقيب الرياضيين ففي الحقيقة كان فيه تمثيل نقابة الأطباء دكتورة شيرين نقيب القاهرة الأطباء في القاهرة ففي الحقيقة كان فيه يعني كوكبة وكوكتيل عمره ما حصل ولا اجتمع في تاريخ التمريد في مصر وحضور معالي الوزير إدى قوة في الحقيقة لأهمية الموضوع وطلعنا بنتائج وتوصيات إن شاء الله تتحقق بإذن الله اللي بيسافر برة دايما يقول الطب عندنا في مصر هايل مشكلة في التمريد ويعني دايما بيشكر جدا في أطقم التمريد اللي غالبا بتبقى من أسيا وده شيء غريب جدا يمكنني شفت ده برة في مستشفيات أوروبية هنا المشكلة فين يعني أنا هنا عندي مشكلة في تأهيل الممرض إنه مو بيقولوا إن الطبيب بيخش دقيقة دقيقتين بيكتب الرشاة لكن الممرض هو اللي بيتابع ولا بيحط المحلول هو اللي ممكن يشخص جزئي ممكن يعمل 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 حديث بتعويلي على إيه يعني بتراهني على إيه طيب أنا عايز أقول لحياك إن السؤال ده يعني في محله ليه بقى لأن الناس فهم غلط الطبيب اللي بيعمل العملية وبينجح ما بينجحش لوحده والعملية ما بينجحش مع نفسها طبعا طبعا الطبيب ليه دور أثناء العملية التمريد ليه عدة أدوار للنجاح العملية المتابعة أهم طبعا أولا لا ومش المتابعة كمان أولا أنا عشان أدخل قط العملية أنا بحضر المريض قبل العملية كتمريد لو ما تحضرش بصورة جيدة مش هيدخل العمليات اتحضر بصورة جيدة بسببي أنا أو بالدور بتاعي أنا كتمريد دخلنا إيدي قبل إيد الطبيب حضرت له غرفة العمليات حضرت له كل الإمكانيات ساعته إيدي قبل إيده في إجراء العملية اللي بيتقال إن هو اللي نجحها أو مش هو اللي نجحها في الحياة مقولة وثقافة اتخذت على التمريد وبدأنا تبقى درجة معنا متابعة العملية من خلال التمريد بعد العملية زي ما حالك بتقول خلاص هو دخل عملها ومش مين اللي نجح العملية والمريض خرج على خير فدي ما أقولها في الحقيقة أو ثقافة قديمة قوي وإحنا بدأنا إيه يعني نقولها بقت شائعة لكن لأ دم يعني عشان ندي كل زي حق نحقه اللي نجح العملية معلش يعني خليني بقى أقول لنا يعني نقيبة التمريد اللي نجح العملية من نسبة كبيرة هو التمريد خليني قولني مشكلة عندنا في الثقافة أنه زي ما حضرتك قلت إحنا بنعتبر أنه التمريد درجة أقل في الواقع هي لا درجة أقل لا هي مهنة أخرى مكملة يعني زي السيدالي فيه سيدالي فيه دكتور فيه ممرض دي مهنة مفيش منافسة مفيش مقررة مفيش أفضل أو أقل بصي أنا مش عايزة أقولك أن أنا كنت في المجلس القوم اللي تمريده القبالة قبل كورونا فكنا على مستوى حضرهم مية وثمانين دول اللي حضر مية وثمانين وثمانين دول فعملونا مجموعات عمل فقعدنا قالوا قولوا أهم ثلاث مشاكل في كل دولة إحنا قلنا عجز التمريد قلنا المرتبات والحوافز وفي الحقيقة قلنا قصة الصورة الزهنية وإن فيه حد للأبرهند والتاني معاون ومساعد وفي الدرجة التانية قالوا لي يا دكتورة في الحقيقة ما حدش بيحصل ما فيش كلام ده بيحصلش غير في مصر حتى كان معايزة مننا من العرق وفلسطين وكل الدول اللي فيها مشاكل دلوقت يعني سياسية واقتصادية والكلام ده كل هي صورة زهنية صورة زهنية ترسخت زي ما حدك قلت كده أن العملية بتنجح بالطبيب وده صورة غلط وخلاص بقى يعني هي المنظومة طبيب فقط لا هي المنظومة فريق صح كامل وما فيش حد دوره أقل من التاني صحيح زي ما الدكتور دوره أنه يكتب أدوية السيدالي مش دوره أنه يكتب أدوية بالضبط فهي منظومة دا لما بعد إحنا زي ما حدك قلت إحنا دي صورة زهنية وثقافة عندنا بالعكس على فكرة ممكن دكتور يبقى عمل عملية كويس جدا والتمريد ممكن هو اللي يبقى سبب المشكلة أقولك أنه بيصنفوا مرتبات التمريد برق رقم واحد أي يعني أكتر من الأطباء ولما جينا نقعد في الحقيقة لا معقولة آه فعلا آه فعلا أنا أقولك إحنا عندنا برنامج اسمه برنامج المكسف استكمال الدراسة وتحويل في جامعة القاهرة في كلية التمريد في صيدالي وفي بيطاري بيحولوا تمريد عشان يشتغلوا برق تمريد لأن السلاري برق أكتر طبعا يعني بنقول لحيك هنا الصقافة محتاجة أنها تتغير في تخصصات في التمريد يا دكتر آه طبعا طبعا ومؤخرا زي ما بنقول دلوقتي في قبالة في قبالة أنا عندي زمالة رعاية مركزة عندي زمالة حديث الولادة عندي زمالة كوميونيتي أو تمريد أسرة وصحة مجتمع عندي غاسيل كلا في تخصصات كدورات تدريبية في تخصصات كدبلومات عندي إدارة عندي مكافحة عدوى عندي جودة لا في تخصصات طبعا معنى أن بيتري أو صيدري يحول تمريد عشان يسافر إنه معا لغة وخد تمريد هنا بقى إحنا دورنا أنا أقاهد الممرض بتاعي وخليه أخذ لغة علشان يسافر برة ويبقى مشرف زي ما شفت الممرضات الأسيويات في المستشفيات الأوروبية حاجة عظيمة وهم اللي شايلين الطب في أوروبا أنا كنت هقولك بقى وليه أسيا ده موضوع غريب جدا هقولك بقى هقولك إحنا طب خلينا ناخد تجربة فلبين أوكي فلبين بتعمل إيه بتصدر عشر تلاف ممرض وممرضة للدول العالم سنويا تغطي احتياجاتها وبعدين بخطة ممنهجة أولا ده مصدر دخل قومي للدولة واقتصاد ثانيا رسل زي ما حاجة بتقول كده هم في الحقيقة خطة ممنهجة من الدولة أنا في مصر لما بسافر برة بسافر بهرب لأن يعني الدنيا والمرتبات برة مختلفة لا والتعامل الاجتماعي كمان والتعامل الاجتماعي النظام النظام والثقافة زي ما حاجة بتقول ففي الحقيقة يعني قبل ما تفرغ المجلس الشيوخ بالتعيين ممكن تعرفتوني كان نقيب طمريد فقط لكن أنا بمثل الطمريد كمان يعني وده في الحقيقة تكريم لطمريد مصر من فقامة الرئيس لتعييني في مجلس الشيوخ كنت وكيل وزارة الصحة في وزارة الصحة في لجنة معادلة الشهادات كنت ببص لكل زي ما حاجة بتقول كده في البنيات اللي بتشغلوا في مصر اللي هنو اللي بتشغلوا في مصر إحنا منهجنا أقوى منهم ولكن هم شاطرين إن هم بيتعلموا بسرعة بيلتزموا بالسيستم أكتر ده اللي احنا بنقول بقى في أقلاقيات مدونة أقلاقيات من التمريد إن هي بتركز على إن إحنا نلتزم إن إحنا يعني نحافظ على كرامة المريض نحافظ على سرية المريض المعاملة التزم بأخلاق المهنة بشكل عام ولا خلاف دكتورة كوتر حقيقة إحنا شفنا أثناء جائحة كورونا شفنا دور التمريد شفنا قد إيه بزنوا من جهود وقد إيه كانوا في المستشفى وقد إيه سابوا عائلتهم وقد إيه سابوا أولادهم وكانوا موجودين وضحوا فيه عدد كبير جدا ضحى بنفسه عشان خاطر المرضى الموجودين في المستشفى فمحدش أبدا يقدر ينكر دورهم إحنا محتاجين زي ما حضرتك قلت زيها زي أي مهنة نحدثها عشان نقدر زي ما احنا بنقول نلاقي متطلبات سوق العمل حتى المتعلقة بالتمرين